في هذه الفترة لاحظتم أنه فيه ضخل إعلامي وضياع وفقدان للبوصلة حتى المواطن بدأت تسأل ماذا يحدث في السويدة؟ لماذا بشار برهوم يقول هكذا؟ وين إلى آخره؟ مجموعة من التساؤلات كل البشر، كل الناس، كل المواطنين لديهم مطالب محققة أكيد بس نحن نتابع هذا الحدث في السويدة خليني يسميه حدث لأنه حدث حادث تحدث الآن في السويدة يدور كالمكوك من الساحل لدمشق لبيروت ثم أنطاكيا يعني المرة أمحكيكم من فندق يرال بأنطاكيا حاملا عبء الدفاع عن الأسد على كاهله ولكن لماذا أنطاكيا؟ وين السؤال عن أمريكا؟ وين الدور الأمريكي؟ ما حدا جاب سيرته بهذا الحدث؟ هذا سؤال، هذا سؤال واضح ويطرح برهوم عدة أسئلة غريبة لماذا لا يهتف أهل السويداء ضد أمريكا؟ وضد إسرائيل؟ وضد المحتل التركي؟ أنه ولا هتاف ولا شعار كان ضد أمريكا مثلا، ضد إسرائيل يعني ما اسمعنا ولا شعار واحد ضد أمريكا، ولا ضد إسرائيل، ولا ضد تركيا كدول محتلية، ولا يعني ما في غير النظام 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 أين أمريكا من المشهد؟ أين إسرائيل؟ أين تركيا؟ أين مصالحهم؟ وين؟ ناس ينبرهوم أن المحتل الروسي والإيراني وأذنابهم هم الخطر الأكبر ضد كل مكونات الشعب السوري قاطبة ترجمة نانسي قنقر